في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي نسبت مطجر بلايه على جهاز الكمبيوتر عندنا. وزي ما انتو شايفين قدامكم يا جماعة انا مسبت مطجر بلايه اهو. ولو جيت دست على اي برنامج مسلا قدامي هيبتدي يظهر لي هنا اهو كلمة تثبيت هدوس عليها بالشكل ده. هيبتدي يتسبت معي عندي على الجهاز وما فيش فيه اي مشكلة. ولو جينا برضو دخلنا على الالعاب ولقينا اي لعبة قدامنا انا عايزين نسبتها هندوس على كلمة تثبيتة هي يا جماعة قدامنا هتتسبت معنا ما فيش اي مشكلة. تعال بقى نتعلم ازاي هنسبت مطجر بلايه على الكمبيوتر بطريقة سهلة جدا يلا بينا. هنيجي يا جماعة عندنا في جوجل كروم وبعد كده هنفتح الموقع ده اللي هو تمام اهو يا جماعة. تمام بعد كده هندوس هنا على اول معنا اللي هو ده. هيبتدي يا جماعة الصفحة بتاعة الموقع هتحمل معنا زي ما انتم شايفين قدامكم كده. هننزل تحت هنا عند تمام ادي يا جماعة اهو هندوس هنا بقى على ستن اللي هي اكس اربعة وستين. طبعا我ندوس اليون يقدر يدوس هنا على ستن تمام. وطبعا عشان انا فهدوس هنا على ستن اكس اربعة وستين. هيبتدي يا جماعة ينقلنا على موقع تاني اهو. هننزل تحت خالص في اخر الموقع زي ما انتم شايفين كده. تمام? وبعد كده هنبتدي نحمل اول ملف معنا اللي هو ده. تمام? هيبتدي يحمل معي هو يا جماعة زي ما انتم شايفين. هنستنى لحد ما يخلص تحميل وهرجع لكم تاني. بعد ما خلص بقى تحميل يا جماعة هندخل عندنا هنا في على الجهاز هنلاقي الملف نزل اهو. هندوس هنا عليه كده بالماوس. تمام? بعد كده هندوس على تمام? هيبتدي يفكل الضغط عن الملف اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين. هنستنى برضو لحد ما نخلص بعد ما خلص بقى وفكل الضغط على الملف هنخرج برا كده وركز بقى في اللي انا هعمله ده عشان مهم جدا. هننزل تحت هنا في السرش وهنكتب بقى الكلمة دي اللي هي دي يا جماعة كده. هندوس عليها بالشكل ده. تمام? بعد كده بقى هيفتح للمربع اللي انتم شايفينه قدامكم ده. هننزل تحت كده. تمام? اهو. لحد ما هنلاقي هتلاقي مش متعلم عليها فانت هتعلم عليها بالشكل ده. وبعد كده هتعلم على الاختيار اللي تحتها ده بالزبط. تمام? وبعد كده بقى يا جماعة هندوس اوكي هيبتدي يحمل معايا شوية ملفات بسيطة جدا وبعد كده هيطلب مني ان انا عمل الجهاز. هندوس هنا على اهو. هيبتدي يحمل معايا زي ما انتم شايفين. وهو مش هياخد وقت كبير جدا يا جماعة. اهو كده خلص وهيبتدي بقى يطلب مني نوع اهو. تمام? هنعمل للجهاز وبعد كده هرجع لكم تاني يا جماعة. وبعد ما عملنا بقى للجهاز يا جماعة هنيجي ندخل على الفولدر اللي احنا لسه فكيني الضغط عليه اللي هو ده. هندوس عليه بالشكل ده. وهندور هنا بقى على الفولدر اللي هو مكتوب عليه ران. اللي هو ده يا جماعة هو. بعد كده بقى هندوس عليه كليك يمين. تمام? وبعد كده هنعمل له اللي هي ده يا جماعة. اهو زي ما انتم شايفين. هيبتدي يفتح معايا بقى المربع اللي انت شايفه ده. هيبتدي يظهر لكلام كتير كده انا مش عايزك تشغل دماغي بالكلام اللي مكتوب ده كله. تمام? بعد كده بقى هندوس هنا على كلمة ران. تمام? هتظهر تاني هندوس على ران. تمام? اهو. اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين. هيبتدي يقول لهو يتم الان بدء تشغيل نظام اندرويد الفرعي اللي هو بجانب ويندوز. معنى كده اللي احنا بنشغل نظام اندرويد جنب الويندوز بتاعنا يا جماعة. وبعد ما يخلص بقى تحميل هتخرج من الملفات اللي ما افتحها قدامك دي كلها اهو. وبعد كده بقى تعال انزل تحت هنا عند السيرش وعشان نتأكد المطجر نزل معنا ولا لا. هنيجي نقف هنا وهنكتب كلمة مطجر بلاي اهو يا جماعة. المطجر اتحمل معنا هنا اهو. تمام? هندوس عليه بالشكل ده. هيبتدي يفتح معايا المطجر اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين مفيش فيه اي مشكلة. تمام? بعد كده بقى قبل ما نجرب نحمل اي حاجة اركز في الخطوة ده عشان برضو مهمة جدا. لازم تسجل بالجيميل اللي انت رابطه على التليفون بتاعك. تمام? هنيجي بقى هندوس هنا انا طبعا مسجل بالجيميل بتاعي. تمام? هندوس عليه بالشكل ده. اهو يا جماعة. انت طبعا هتلاقي هنا اللي هو اضافة حساب جيميل. تمام? هيظهر معاك برضو بالشكل اللي انت شايفو ده هيقول لك جاري التحقق من المعلومات. وبعد كده بقى هيطلب منك انك تكتب الجيميل بتاعك. هتبتدي تكتب بقى هنا الجيميل بتاعك اللي انت رابطه على التليفون وبعد كده هتدوس التالي. هيطلب منك شوية معلومات صغيرة جدا هتوافق عليها وبعد كده هيفتح معاك المطجر مفيش اي مشكلة زي ما انت شايفك. تعال بقى نجرب ننزل اي برنامج من على المطجر ونشوف هيشتغل معانا ولا لا. وليكن مسلا هننزل اليوتيوب. اهو يا جماعة قدامنا هندوس عليه بالشكل ده كده. تمام? هيبتدي يفتح معايا الصفحة بتاعت التحميل اهو. ركز بقى في الخطوة اللي جاية دي عشان فيها حاجة مهمة جدا. لو جيت دوست على السهم اللي التحت ده كده هيديني اختيارين اهو يا جماعة. بيقول اللي انا سبت لك البرنامج البرنامج اللي هو بتاع اليوتيوب ده على الجهاز هنا ولا على التليفون اللي انت رابط بالجيميل بتاعك. تمام? فانت هتقول له على الجهاز. لو دست على التليفون فهينزلك اليوتيوب على التليفون بتاعك. تمام? فاحنا هنخليه على هزا الجهاز. تمام? بعد كده بقى يا جماعة هندوس تثبيت. بالشكل ده. هيبتدي يتحمل معايا البرنامج اهو يا جماعة. فيش فيه اي مشكلة. بحظاته هيبتدي التحميل معنا. وزي ما انتو شايفين يا جماعة قدامكم قادي البرنامج بيتسبت اهو ما فيش فيه اي مشكلة. لحظاته هيخلص تحميل وهرجع لكم تاني نشوف البرنامج هيشتغل وما فيش فيه اي مشكلة ولا لأ. اهو بيقول لي جاري التثبيت. خلص بقى يا جماعة هيظهر لي هنا كلمة فتح هندوس عليها كده عشان نشوف البرنامج هيشتغل معنا ولا لأ. اهو يا جماعة. تمام وزي ما انتم شايفين اليوتيوب بيفتح معايا اهو. تمام. سمح. اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين اليوتيوب فتح اهو. وادي يا جماعة الصفحة الرئيسية بتاعت اليوتيوب اهي تقدر بقى هنا تبحس او تدور على اي حاجة انت محتاجها. تمام ما فيش فيه اي مشكلة. تعالوا بقى نجرب مسلا ننزل اي لعبة ونشوفها تتحمل معنا ولا لأ. هنيجي هنا في البحس يا جماعة وندور على اللعبة اللي احنا عايزين نلعبها اللي هي مسلا بابشة عشان كله بيدور عليها. ادي يا جماعة اللعبة اهي. وبرضو زي ما شرحنا قبل كده لو جيت دست على السهم ده هيديني الاختيارين دول اللي انت تحمل على الجهاز ده او تحمل على التليفون اللي انت رابط بالجيميل بتاعك. تمام? فاحنا برضو هنحمل على الجهاز ده. هندوس على كلمة تثبيت. تمام? هتبتدي اللعبة تتثبت معنا هو يا جماعة مفيش اي مشكلة. تمام? ادي يا جماعة بدأت تتحمل معنا هو على الجهاز مفيش اي مشكلة. طبعا انا ما جربتاش لسه على الجهاز ولا جربت الاعدادات هتبقى بطيقة ولا لا. يا ريت اللي يجرب اللعبة يا جماعة وتشتغل معي اكتب لنا في الكومنتات ايه التجربة بتاعتم. وزي ما انتم شفتوا كده يا جماعة انا مشيت معاكم خطوة بخطوة براحة جدا عشان ما حدش يتلقبط. وفي النهاية قدرنا نثبت متجر بلايه على الكمبيوتر ومفيش فيه اي مشكلة. وكمال سبتنا قدامكم اليوتيوب ومفيش فيه اي مشكلة واشتغل معنا برضو. تقدر بقى انت تتحمل دلوقت اي لعبة او اي برنامج عندك على الكمبيوتر وهتتحمل معاك عادي جدا. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الشرح بتاعنا. يا رب الشرح يكون بطريقة بسيطة وعجبكم وناس كتير تكون فهمتنا. ولو فعلا عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت على الفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد معنا.